هل النهاردة احنا نبقى مرتاحين شوية واحنا بنلعبهم ولا احنا لازم نفوز معه يعني فيش اوبشن اكيد مش مرتاحين لكن الفريق الترجي يعني فريق قوي وكل حاجة بس بقالنا فترة كده ايه بنقول الفريق ايه ممكن مش احسن حالاته خلينا نقول فالنهاردة متوقعين ايه من الفريق الترجي التونسي هو الترجي يدفعه قوي جدا وبيعرف علب على هجمة المرتدة بيستغلة طبعا صرعة رودريجو المهاجم الأجنبي بتاعه فاعتقد انت لو الاهلي عرفت تسيطر على رودريجو ومسكته كويس وعرفت تقفل عليهم مساحات ما تديروش مساحات كبيرة اعتقد ده هيعطى للترجي كتير الترجي الميزة بتاعته دفاعية مش زي زمان الترجي كان باعتمد زمان على الطريقة الهجومية بشكل كبير لكن دلوقتي هو باعتمد اكتر على دفاعه وبيعب على الهجمة المرتدة وبيعب على الجنبين فالنهاردة الاهلي لو قفل ناحية اليمين وناحية الشمال ودايق الملعب شوية عليه في الضغط من قدام وقفل مساحات على رودريجو المهاجم بتاعه اعتقد ده هيفرم على الاهلي كتير جدا بس اعتقد انه مرسيل كولر خلاص بقى فاهم الفريق يعني هو مثلا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الزهاب قال ان احنا قابلنا الترجي كتير بس مش ده الجيل اللي احنا قابلناه قبل جد لكن في مباراة الزهاب المباراة العودة هي هي نفس مباراة الزهاب بنفس الجيل فاعتقد انه بقى درس وفاهم كويس فانت دلوقتي بتتكلم على انه دلوقتي بيلعب بشكل دفاعي بحث وبيلعب على المرتدات فاعتقد ان ده بقى مفهوم بالنسبة لمرسيل كولر ولازم يتعامل مع هذا الامر بانه يشوت من بره مالوش حل تاني غير انه يشوت من بره بص اقول لك على حاجة الاندار الكبيرة زي الاهلي بتعتمد عطلية لعبها هاي يعني الفريق هو اللي بيفرد طريقة لعبه على الفريق اللي قدامه انا ما باستنيش الفريق اللي قدامي بيلعب ازاي وانا العب لا انا خلاص انا بهاجم من الاول خلاص انا هزبط المنطقة الدفاعية عشان ما يدخلش فيها جون او عشان هو ما يستغلش ده لكن انا اللي بفرد من الاول انا اللي بضغط انا اللي بخليه هو اللي يدافع هو مش جايا ملعبي عشان انا اللي أدافع والعب على هجم المرتدة هالقصة معكوسة فاعتقد شخصية الاهلي وشخصية مارسيل كولر وشخصية اللعيبة هتفرد ده بشكل كبير والاهلي هو اللي هيفرد طريقة لعبه على التراجي التونسي مش العكس